السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين أعزائي في كل مكان أهلا وسهلا بكم محلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق معنا معكم الشيخين الجليلين فضيلة الشيخ أيمان صيدح الدعاء الإسلامي أهلا شيخ الحبيب مرحبا أهلا وسهلا ومعنا معكم فضيلة الشيخ أيمان المصري أهلا وسهلا شيخ الحبيب أهلا بك شيخ محمد أهلا بك أزمتنا أزمة أخلاق أزمتنا كذب ونفاق أزمتنا في ولد عق ومحكمة يعاقبها طلاق أزمتنا غش وفجور مظلمة وشهادة زور أزمتنا أزمة إيمان إنسان هجر القرآن من أجل الدنيا نتناحر ومرأة تذهب للساحر أزمتنا أزمة أخلاق أزمتنا أزمة أخلاق عزيزي المشاهدين حلقتنا النهاردة حلقة قوية جدا حلقة مهمة جدا حلقتنا كيف تنجو الأمة من هذه الغمة بداية فضيلة الشيخ أيمان صيدح نعم كيف تنجو الأمة من هذه الغمة يعني الفترة الأخيرة فترة ابتلاءات وفترة الناس في ضنك وفهموم وغموم كيف تنجو الأمة من هذه الغمة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن نبينا محمد عبده ورسوله ومصطفى ثم أما بعد كيف تنجو الأمة من الغمة هي عناصر أساسية لا بد من الإشارة إليها ثم التفصيل من خلال الحوار بإذن الله أول شيء أن نعرف الله حق معرفته وأن نوحده كما أراد هذه هي قمة الأسباب التي نعرضها لزوال الغمة عن الأمة أولها إزاي نوحد ربنا الأمر الثاني اتباع حبيب الكلوب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى بالصلاة عليه هل هذه تفرج الغمة عن الأمة؟ نعم وسنتحدث بالتفصيل ثم بعد ذلك من العناصر التي تخرج الأمة من الغمة تقوى الله والاستقامة على طريق الله ومن ضمن هذه الأمور والأسباب والأبواب التي تفتح للأمة باب تمكين وراحة وسلامة ومن خلالها ترتفع الغمة عن الأمة أيضا الدعاء والاستعانة بالله ومن ضمن هذه الأسباب العظيمة التي ترفع الغمة عن الأمة الدعوة إلى الله على طريق الأنبياء اللي هي وظيفة الأنبياء الأمر بالمعروف أنها هي عن المنكر والمسألة تحتاج إلى تفصيل بسيط دون تعقيد يعني الأمور يسيرة وسهلة ومن خلال هذه العناصر بإذن الله تبارك وتعالى سنرى أن هناك انفراجة على المستوى الفردي بداية اللي هيطبق معنا الكلام اللي هنقوله النهاردة هيحس براحة عجيبة جدا برغم الأزمات هيحس بانفراجة برغم الكربات هيحس بسعادة برغم الأحزان والابتلاءات سبحان الله يعني ده مستوى الفرد ثم مستوى الأسرة بصلا الأسرة عاشت في سعادة اللي ما يكنش متوقعه أصلا أنهم يفرحوا فيهم الأيام بعد ذلك بتصحيح هذه الأمور والوقوف على هذه الأبواب ستجد أن المسألة تعدت مسألة الفرد والأسرة إلى مجتمع إلى أمة وساعتها ستنفرج الغمة ونرى أن أمة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكان الذي يجب أن تكون فيه بارك الله فيه نعم شيخا كيف نحقق أو كيف ننجي من هذه الغمة بتحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه تعالى نعم كيف نحقق التوحيد الخالص لله سبحانه تعالى أولا نحن نعلم يقينا أن الناس ما خلقوا إلا لتوحيد الله ونعلم يقينا أن وحدة الأمة في التوحيد حين نرى السبل متفرقة تجد أن الأمة تزداد غمتها تزداد الغمة عند الأمة بسبب الطرق المتفرقة لأن طريق الله واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبلة فتفرق بكم عن سبيله لكي تنجي الأمة من الغمة نعرف التوحيد الخالص وعشان نوحد الله توحيد خالص لازم نعرف قيمة التوحيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال في البخاري ومسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل وفي حديث عتبان بن مالك وحديث يسميه أهل العلم حديث مقيد وليس بالحديث المطلق فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله عزيز النبي للناس بس الأول أن التوحيد هو أساس كشف الغمة عنك في الدنيا وفي الآخرة لأنك لما تعيش بخيرية حياة وخيرية ممات وخيرية مصير يبقى فيش غمة أصلا خيرية حياة وخيرية الحياة لا تتحقق إلا بالتوحيد الخالص وخيرية الممات الواحد لما يجي يموت هو على التوحيد هيكون في سعادة يعني ميت مبسوط حد عمرك شفت ميت مبسوط يا مولانا لا طبعا سبحان الله لا طبعا ليه إن شاء الله في بعض الناس بتموت مبسوطة لكن دايما صحيح هي مصيبة الموت مصيبة لكن لما يموت مبسوط تعرف أنه كان عايش بعيد عن غمة يا مولانا مع الكربات ده كلها أيوة توحيد خلص كنت شوف النبي قال إيه في الحديث فإن الله ده جزئية من حديث عتبان بن مالك في البخاري ومسلم أيضا حرم النار على من قال لا إله إلا الله فين قيد الحديث اللي احنا بنقول الحديث مقيد ليس بالحديث المطلق يبتغي بها وجهة مش عشان الشو الإعلامي مش عشان الانتشار مش عشان الله أكبر يا سلام عليك واد يا ابن صدح يا فنان كل الكلام ده منفعش عند لحظات الموت تتكشف الحقيقة هل كان توحيده خالصا يبقى الغم تزول عنه في الدنيا وتزول عنه عند الموت وهو في سعادة بعد الموت التوحيد الخالص إنما الشرك يعمل فرقة في الأم وتزداد الغم لأنك تلاقي ناس تعبد الله على غير مراد الله على غير مراد الله أنت بتشوفش بعض الناس بيختارعوا في العبادات بتشوف يعني ولا بتشوفش مش عشان نسمع عشان ما نزعلش الناس بتشوف حاجات كتير أو تلاقيهم يعني كذا وكذا وليس على يعني النبي مع عمره عملها ولا الصحابة ولا التابعين لكنهم يزيدون في دين الله أو ينقصون فيه أو يخترعون فهذه مسألة عظم جدا وذلك حذر الله جل وعلا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم سبحانه أن رسول الله لن يشرك ومع ذلك أشار إليه إشارة أولى زي ما احنا بنقول كذا الكلام إليك يا جارة يعني هو مش للنبي محمد خاصة كلام إليك يا جارة أنت المصايب عندك أنت يا فلان بس لما نجعك كبير يبقى كل صغير يخلي باله ولقد أوحي إليك لمين لسد النبي وإلى الذين من قبلك للأنبياء والمرسلين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت وهو يعلم أنه لن يشرك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين ينفع أروح أنذر لبشر ينفع أروح أعبد حجر ينفع أروح أتقرب لفار عشان كده إسلامنا حل وجميل لما الأمة بتاعتنا توصل إلى مسألة التوحيد هترتفع عن الأمم لكن لما يبقى مشكلتنا أصبحت الآن عندنا ناس بنشوفهم في الهند مثلا أو في أماكن كثيرة جدا بيعبودوا الفران والله أنا شفت معبد كامل للفقران ده فار في البيت عندي غليبني لحد ما جبت بالمصياد الله يعني الله العظيم قريبا من خلال الأسبوع ده حتى جبت مجموعة من الحبيبي وعدنا بقى نعم المعرك وده بيعبوده هناك ده راجل ده شكله مقزز تب اللي بعبود بقرة ويجي تحت الماء بتاعها الله هو في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض الناس عندهم نفس المسلك ده بس يعني بيجيبوها كده بالتبركات آه فيه ناس بتروع عند الشجرة وتتمسح الشجرة ده بتجيب اللي ما بتجيبوش فيه ناس بتروع عند حجارة وتمسح وهو الحجر لا ينفع ولا يضر أصلي تحته واحد من الصالحين ما ينفعش هذا غلام لا يصح إذا عادت الأمة للتوحيد ارتفعت الغمة وانتشر بين الناس راحة وسعادة وفرجة من قبل الله تبارك وتعالى وساعتها هتعرف فعلا يا مولانا إن احنا كنا في أزمة أخلاق مع الله لأننا لا نوحده على مراده ولا نطيعه ونعبده على مراده ده حتى افترك المعاصي ممكن بعض الناس من ضلالهم يقول لك أنا هسيب المعصي تب هتسيبها ازاي عم الحج يقول لك والله أنا يعني معلش ما بقدرش حوش نفسي على إن أبص للحلوين وهم ماشيين خاصة البنات يا مولانا انت عارف الكلام ده فإذا نظر إلى الوحدة طبعا عنيه مع أن الله سبحانه وتعالى قال كل المؤمنين يغض من أبصارهم هو مش قادر ده اللي احنا بنسميه بقى إنك بتترك معصية الله أيضا على غير مراد الله يقول لك الواحد منهم أنا شفت واحد بقى وصل لمرحات المغالاة يقول لك أنا مش قادر أمنع نفسي عن النظر تبتعمل إيه خلاص أنا همسك حاجة كده زي المخرز واخف خط عيني وهذه قمة التقرب إلى الله نقول له أبدا دينا مش كده أصلا احنا دينا عايز يرياحك في الحالتين توحد الله وتطيعه على مراده وتسيب المعصية على مراده لا يريد الله لك هلكة وإنك تفخت عينك إنما بمسألة فيها هدوء يعني تفصيل كثير في مسألة التوحيد بارك الله فيك شيخ خلال حبيب يعني كلامك يلامس القلوب بل يبكي القلوب يعني فجزاك الله خير خذلة الشيخ آمن مصر هل هناك أزمة تواجهنا في التوحيد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدينا ورسول الله ثم أما بعد طبعا بداية بنيابة عن أسل برنامج أزمة وأخلاق برحب طبعا فضلت الشيخ آمن صدح اللي منورنا ومنور البرنامج ومنور الشاشة ويا والله يعني أنا نفس الحلقة كلها تبقى معاه وأنا أعد مشاهد عشان كل مشاهدين يعني يتمتعوا حاجات جميلة ويستفدوا من علمه إذا دي كان الله أبدا ربنا بريك لأخو الله فيها نشرفتنا مولانا وأسأل الله يعني رزقنا الإخلاص في القولة معهم وإن شاء الله كده تبقى معنا باستمرار إن شاء الله طبعا إحنا عندنا شيخ محمد أزمة حققية وأول أزمة هي أزمة أخلاقي مع الله الشيخ آمن فصل كل اللي بيتكلم في ده ما هو أنا بعيد عن التوحيد أو الناس بعيد عن التوحيد ما هذه أزمة 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 وأخلاق مع الله فأول شيء عشان أحقق الحب وأحقق ولا لا يستقيمه لعبد أو لأحد حسن الخلق مع الله إلا بالأركان الآتية أول شيء التوحيد الخالص كما ذكر فضلت الشيخ آمن التوحيد الخالص لله إن أنا بعرض الملك وخافش من أي شيء دونه ومنحرفش عن منهج أنا عندي منهجي القرآن اللي هو الكاتالوج بتاع المسلم أمش عليه النفس صليم يقول كما عند البخاري ومسلم طرقت فيكم ما إن تمسقتم به لن تضلوا بعدي أبدا الحكتين دول لو مسكتهم أبدا ما أضل كتاب الله وسنتي أنت عندك قرآن وعندك سن طيب أنا مش أعرف ربي إلا عن طريق القرآن يبقى أول شيء القرآن ده يبقى منحك حياتي قدامي على طول كل يوم لي ورد يا شيخ محمد إحنا بقدنا كل البعد عن الله والتوحيد مش هيزيد إلا بالقرآن لما أسمع وشوف المواقف والمواعد أشوف القصص القرآني أشوف آيات العذاب للي بيشرقوا بالله وهكذا فالقرآن ده هو اللي هيزبط لحياتي ثم الإخلاص إن أنا أفرد الحق سبحانه وتعالى بالطاعة لبقى فقران اللي بيعبد البقر واللي بيعبد البشر بكل واحد وفي عبد عبد للمال كما قال السلام تعس عبده الدرم تعس عبده المال ها في عبد للمال آه كل همه الحياة والمال يا عم يا عم صلي يا عم تقرب إلى الله يقول لك لا ما العمل عبادة يا مولانا عبادة هتترك الفريضة الأساسية اللي اللي أول رك وده خلي منك شرط مؤمي جدا للناس مقصرة فيهم يا مولانا إحنا حتى محق يعني أغلب الناس محققش أول ركني في الإسلام إقام الصلاة بعد الشهادتين أنا مستمعش طب بتصلي آه والله طب بتصلي الخمس صلوات يعني صلات الفجر كده صلات الصبح بتصلي زي بيت صلات اتصدق ده أنا بقوم لشغل الساعة ستة الساعة سبعة بقوم وصلي وامشي طب إما أنت كده أساً محققتش أول أساس الركني في الإسلام أنت لسه تحت في الأساسيات فلازماً إخلاص أحقق التوحيد والتقوى كما ذكر فضلت الشيخ والإيمان بالله الحب الرجاء دايماً في حب للملك أرجو رحمة رحمة ربي فعشان أخرج من هذه الأزمة وشيستقيم حسن خلقي إلا بتقوى الله هكذا بارك الله فيك الشيخ خالح حبيب خذت الشيخ أمان صدح حضرتك ذكرت أني تاني شيء لزوال هذه الغمة اتباع النبي صلى صلى نعم فكيف يكون هذا اللهم تصلي وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي على فكرة شوف شايف شوف ألا إيه ألا براحة كذا صلى الله عليه وسلم داء من أساسيات ومن الأبواب العظيمة لتفرج الغمة عندي الحديث صحيح إن كثرة الصلاة على النبي وأذكر كذا المعنى سريعاً من أكثر من الصلاة على النبي فرج الله همه وغفر الله ذنبه يعني تخيل أننا ما أكثر من الصلاة على اللهم صلي وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقولها كذا بإخلاص تفرج الغمة بإذن الله طبعاً فيه ناس كثير يعني بنيين صلى الله عليه وسلم يا عم إيه ده شوي اللهم صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع الحبيب النبي محمد معلوم أنك إن سرت على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم أنك على خير ما حييت وإذا ميت يكفي أن الرسول يلتفت خلفه مجازاً فيراك خلفه وإن لم يكن خطواتك التي خطوتها قيد أنملة إنما تاخد طريق آخر حزن في الدنيا والآخرة لأن إحنا يمكن أشار للشيخ أيمن إشارة جميلة إنه قال إن الناس هيجي يوم القيامة كما عاشوا في الدنيا سيجد الواحد منهم ما كان يعيش عليه في دنيا في الآخرة سيجد ما كان يعيش عليه في دنيا ومن حاد عن الطريق ولجأ إلى غير الله وعلى طريق غير طريق رسول الله يوم القيامة الناس هتجري على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي يقول أمتي أمتي طب أنت فين أصلاً أنت الذي في الدنيا قد زدت الغمة في الأمة فكيف اليوم ترجو النجاة الآيات واضحات الآيات واضحات يوم القيامة الناس اللي كانوا بيلجأوا إلى غير الله ويشركون به في الآخرة سيشركون مع الله أناساً أيضاً أو خلق من خلقه معروف أهل النار لما بيروح النار رب نعفى عن الجميع يا رب يا رب ما هي الدنيا يعني إحنا ليه بنذكر الناس بمثل هذه الأمور من الحياة ومن الآخرة لأن إحنا فعلاً زي ما قال الأحبة في البرنامج أزمة أخلاق لن نعود إلا الخلق الحسن إلا إذا علمنا أن هناك ثواب عظيم وعقاب وعذاب أليم يوم القيامة لما الناس بقى يروحوا الجنة يا رب جعلنا وياكم من أهل الجنة الله معه السياب بتاعتهم معروفة والستر والجمال ومشيين في زمر الحبيب النبي محمد في المقدمة تخيل تلتفت كده تجد سيدنا أبي بكر عمر ابن الخطاب عثمان علي رضوان الله عليهم جميعاً مش دي زمر جميلة مش ده فريق يفرح لكن لما تمشي بقى في ناحية كده بقى عند بص كده مين أبو لها بيخرب بتابل بيتيان مين ده آه أبو جال اللي جابك هنا وخلي بالك أن المشي معهم ده الواحده مصيب عذاب عذاب لأن دول رائحتهم وشكلهم لو أن واحد من أهل النار اطلع على أهل السماء والأرض كلهم هيموتوا من كبح شكل اللي هو بيعد بالدخول به إلى نار جهنم طيب أنا لما أبص كده ولاقي الزمر كده ماشي وريح إلى جهنم هو عتفكر أنه هيدخلوا هناك كده لا لا ده هم برضو هيزبطوهم في حاجات لازم يستروا برض قطعت لهم ثيابهم من نار مفصل لهم وبعدين بعد كده برضو لازم لهم لابس داخلية سرابيلهم من قطران وبعدين بعد كده يعني سبحان الله لهم غطاء ومقامع من حديد والحزاء بتاعهم نار والنفس نار وكله نار لوحد يقول نار يا إيه يا مش نود بقى نار يا حقا خلي بالك فهو أول ما يدخل جوه بيعتش عاوزين نقول له بقى هو في الدنيا ما وحدش ربنا ولجأ إلى الناس ظن أن الناس وخلق الله هم الذين يعطسونه لا أنت قول يا رب تفرج الغمة ويرتفع الكرب أول ما بيروح نكبقى المياه نفسه يشرب مياه يستغيف بس لما بيستغيث ما بيستغيثش بالله تبارك وتعالى بيطلب من مين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار اللي هما أشركوا بالله أصحاب الجنة الذين وحدوا الله واستعانوا به ودعوا الله ولم يستكبروا عن دعائه إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط ادع يا ابن ربنا واستعين بالله أنا عم معايا فلان فلان يا ابن فلان ده يموت والله أقسم بالله يموت كله يموت محدش قاعد فهتيجي تعمل كده في الدنيا لا تعتمد ولا توحد هتزيد الغمة في الأمة ثم في الآخر هتعمل ما أشركت به في الدنيا ستشرق به في الآخر يعني مش هترجع طيب أنا عايز يا عم مي يطلب من مين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على على الكلفرين طيب ما لقوش عند أهل الجنة حل يروح ربنا بقى مش في توحيد عم ما توحد بقى أنت في النار الله يهديك الله يهديك إزاي ما هو راح جهنم فسبحان الله يطلب من مين من الخزنة بتوع النار ما تروح لربنا على طول وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب هم في غمة لأنهم عاشوا أصلا في الدنيا في غمة وخلوا الأمة في هذه أضلوا الناس عن التوحيد الخالص فيجي أهل النار لما يطلبوا من الخزنة يقول لهم إيه يدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يعني ما عندكمش حل نروح لمين للكبير من الكبير عندهم خازن النار مالك يقولوا إيه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك عايزين نموت بقى احنا مش عايزين معي يعني عرفنا أن احنا هنتبهدل هنا في النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكسون الله أكبر ده مالك بيرد عليهم ما شاء الله هو وبيستجيب لي خلي بالك بقى أهل العلم قالوا فيما ورد في الصحيح أنه بيرد عليهم بعد كم سنة يعني يعني لما حسبناها كده طبعا السنة كألف سنة مما تعدون وخمسين ألف سنة بيرد يعني تمانية وعشرين لما حسبناها ودربناها يقول لك تمانية وعشرين وتمنمئة ألف مليون سنة تقريبا يا الله يقول لهم إنكم ماكثون يا الله ليه إحنا عملنا إيه بس لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارم يقول لك تأدب مع ربنا يا خي تأدب مع سيدنا النبي ويمشي ورسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا علمنا القعدة المشهورة والله العظيم هتلاقي الأولاد في البيت يردوا علينا دلوقتي ومع ذلك تبصت لهم في مخالفة وهو عارف وحافظ القعدة لو أنا قلت لك دلوقتي إن أصدق الحديث إيه كتاب الله وخير الهدي هديو محمد رسول الله وشر الأمور وكل محدثة وكل بدعة وكل ضلالة كله هيقول دلوقتي وبعدين تيجي يقول له أنت مش ماشي ورى النبي محمد دين يسر مولانا تددت لسه آي القاعدة الله يهديك يا ابن عاوزين نرفع الغمة عن الأمة وعن نفسنا فده اتباع سيدنا النبي محمد والله العظيم سيجد الناس بركات في حياتهم يا راجل لو معرفش حتى تتبع بالسنن لا تنكرها ما تجيش تنكر السنن يعني اتركها لله كده أنا عايزك تحب سيدنا النبي في كل في كل حياتي في كل ما كان يستسنه به ما قدرتش عليها عجبني الشيخ الشعراوي عجبني الشيخ الشعراوي لما واحد بيقول له حلق اللح يا شيف وحلو قوي لما احنا بنجيب الشيخ الشعراوي كتير ليه؟ لأنه من أيصر الناس لأن الكل مجتمع على حبه القاصي والداني يعني عشان ما يقول لك شيئا تالت شكلك سلف هالا متعقد يالا طبعا السلف دي يعني مسمى غريبة يعني ما بحبش اسمى نفسي سلف أنا مسلمون أنا مسلمون المنهج منهجنا كلنا منهج سلفنا من سيدنا النبي وما كان تحت رسول الله من أصحابه الشيخ الشعراوي كان بيقول له حتى في اللفظة الجميلة دي في اتباع سيدنا النبي ومحمد يقول لك ايه؟ المزيح بيسأله سؤال وعجبني الرد فبيقول له اللحية حلقه حرام يا شيخ قال حرام وكان الشيخ الشعراوي كده يرد بايه؟ بهدوء وحكمة نعم فالمزيح راح عمله كده يعني انت برضه شايل منها يا مولانا يعني فقال له اسمع يا ابني وكان يروح متمتم كده كتمتمتين كده وايه ويقول له بصي ابني اهون عند الله ان اخالف امره من ان ارد امره يعني ما جيش تقول لي حلقها اقول لك حلال يا لا احلى اياد ولا يهمك ده اسم رد لامر الله انما ما كن انا خايب هو يقول له كده بنفس النص ما كن انا خايب ومقصر ما عملش يعني حيجك بقى واروح جايب لك حاجة ترد امر الله قال ان تعصي الله في امره اهون عند الله من ان ترد امره جيش تقول لي الحجاب مش موجود في القرآن لكن قول انا انا مقصر دي هيينة شوية عند ربنا من المصيبة اللي انت بتقولها انا ارد امر الله مفيش حجاب مفيش لحي ده مصيبة قول احنا يعني خايبين ماشي يعني ما هو الشيخ شعراوي يعني كان ملتزم باللحي قوي كان بيحلقها ومش عارف ايه لكن هو كان زكي لما يجي يسأل في المسألة دي يقول انا ورا النبي محمد بس انت هنا عامل حالة يا مولانا وشايل فهو بزكاء رحمة بصت له كده قال له انت بتقول اعني يعني قال اهون قال ان اعصي الله في امره اهون عند الله من ان ارد امره عاوزين نخلص الدقة باللفظ الجميل ده انت مش قادر ما تردش امر الله انما قول ان شاء الله ربنا يهدينا يقوم ربنا يفتح لك الابواب انما ترد يعني امر الله دي مصيبة المصائل عاوزين نتأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله عليك شيخ احمد شيخ احمد من نصر يعني احنا سبنا سنة النبي والسلام واتبعنا سنة الاجنبي فهل عندنا ازمة فيه اتباع سنة النبي وبالبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اتأثري دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبي صلى عليك الله يا علم الهدى والله ما حد يدخل الجنة الا خلف صاحب السنة يقينا احنا عندنا ازمة حقيقية وازمة واخلاق مع نبي صلى الله عليه وسلم انا عايز كل واحد يسأل نفسه انت علمت ابنك من سنة النبي محمد علمته ايه؟ عرفته ان سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم كي انا صادق ولازم انت بقى صادق علمت ابنك السماحة والحب علمت ابنك العفو والصفح علمته ان سيدك النبي محمد لقى من المشركين ولقى من قومه ما لقى من سب وقذف واذاء وكل ما يتخيله عقل بشر حتى فكروا في قتله قتلوا اصحابه عزلوا في شعب مكة ثلاث سنوات حتى وصلوا بهم الحال يعني اكلوا اوراق الاشجار طردوا من بلدي اللي هي احب البلاد اليه وإلى الله كل ده ويرجع في الاخر يقول لهم ما تظنون اني فاعل بكم يقولون اخ كريم وابن اخ كريم ده احنا عارفينك يا رسال انت مع رب الكرم تخيل علمت ابنك بقى العفو والنفس السلام قال لهم اذهبوا فأنتم او لا تثريب عليكم اليوم وكما قال يوسف يوسف لاخوتي علمتهم ان احنا اعفو واصفح عن اخويا المسلم علمت اولادك انهم ما يتقسوا بسن نفس سلم بالحب والسماحة شوف دلوقتي احنا حلنا ايه في المجتمع يا اخي الجار بقى يكره جار الجار بقى يعني يؤذي جار دلوقتي لا ده الاخ بقى يؤذي اخوه ويحقد على اخوه المسلم الاخ دلوقتي بقى يحصل اخوه المسلم ابن ام وابوه ده دلوقتي الابن بقى عقل ابوه امه وهي دي اخلاك الناب محمد ده احنا اصبحنا بوعات كل البعض علمت ابنك الصلاح وحسن الخلق علمت ان ابن سلم ما جاء الا ليتمم مكارم الاخلاق علمت ابنك الاخلاق الحسنة علمت ازاي يعفو ويصفح عن الناس علمت حب صحابه في المدرسة طب بالله عليك انا مش عايز اطور عشان عايز استفيد بالشيخ ايمن ان هو ما شاء الله يعني غنيمة لنا اليوم بالله عليك كم واحد بيجيب ولاده كل يوم ويقول لهم انت كده تعالى ولاد نعود ونمسك اي كتاب كده للاحاديث ولا راضي الصلاحين اي كتاب لعدي نفسه ويقرأ كل يوم عليهم حديث او يشرحه لهم كم بيدي يعمل كم كل من فعل زي يبقى فيدي الحب مش ان المحبة لمن يحب مطيق هو انا هدخل الجنة اللي ما اتبع صاحب السنة هو من الذي ارسلنا هذا النبي الله فهو ده سيدنا نفس صلاح حبيبنا وقدوتنا وهو ده معلمنا وهو اللي هو اللي بيرشدنا الى طريق الخير فبالله عليك ايه حياتي نفس صلاح في حياتك انت بتقسى بيه ازاي انت بتعمل ايه بتعلم ولادك ايه بتعلمه يعني ايه ازاي بتعلمه ازاي الاخلاق النبوية هو كده عايز بتحب النبي يبقى كل يوم لازم نعلم اولادي زاي ما بتعب وراح اطفع فلوس في المصاريف وتول السنة الناس يعني على مرأة ومسمع مصاريف المجموعات التقوية والدروس الحصوصية وحاجات رهيبة طب لي انا مدخلش منحك سيدي وحبيبي اساسا ان انا مخلوق اليه وانا وما خلق كما قالت وردها هو ما خلقت الجين والانس الا انا اسم مخلوقين للعبادة نفس السلم هو قضوتنا هو معلمنا وهو اللي بيوجه طيب انا ليه مخلوش منحك في حياتي زي اي منحك دراسي كل يوم اقعد اعلم اولادي حديث وعندنا مشارك قنوات الاسلامية وقنوات الدينية افتتاحية اقعد انت بس اسمع التلفون بدل ما انت منزل برامج العاب وبرامج تسلية انتنزل لك برامج كده احدث نبوية وكل يوم يقرأ احاديث كل يوم تعلم ابنك ان معابل نمك كده كل يوم نفسه ورد ويقرأ بعد الورد القرآني يعمل نفسه وخده يقرأ حديثه ويقرأ شرحه والله لانا زد رفعة وما كان وكل ما تتق الله كل ما ربنا يزيدك علم واتق الله ويعلمك الله والله يا اشارة جميلة هناخد منك كده دفة الحوار من خلال اشارة الشيخ الادب مع النبي عليه الصلاة والسلام الله عليه الصلاة والسلام لو انا سألت الان الاحبة الكرام مش هتكلم مع الصغار بث الصغار يمكن بيتخيله سيدنا النبي في الصورة الجميلة على حسب فكر الولد الصغير وهو غير مكلف فمش هنقول له والله اعرف الاوصاف الصحيحة الا من خلال الوالد والام والعلماء نعم انما تعالى بقى لما انزل في جامعة من الجامعات وكانت المفاجأة ان لما وصفت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وانا ليه يعني شريط فيه ساعة ونص تقريبا في وصف النبي كما يعني ما شاء الله يعني كما جاء فأفاجأ بان الطلبة منهم اللي يسألني وهو مقمة التفوق قلت له هو النبي كان ملتحين قلت له طبع مرضيش أستهين بكلام قلت له ايو حبيبي كان ملتحين قال لي ده انا فهمت من كل الشكوى من اللحية ان سيدنا النبي ده يعني كان مضبط الدنيا زي الافلام الاجتماعي انا وديت له كل واحد دلوقت في المدرج انه يرسم النبي عليه الصلاة والسلام سيرسمه على حسب هواه انا احب الممثل اللي علامه فلان يرسم شكل النبي ايه 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 يرسمونها له في الغرب اقول النبي كان بالشكل ده لا ده النبي كان شكله حلي وكان حالق لا يا عم تعالى شوف صفة النبي محمد افضل من خلق الله تبرك وتعالى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام المصيبة ليست كمان في الكذب على شكل سيدنا النبي ده الكذب على كلام النبي وسيدنا النبي ماذا قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار تطلع تقول حديث غلط انا بيجي لها حديث كثيرة جدا وبينشرها ناس افاضل مثقفين وفي مكانة عالية جدا ويبعتوه يقول بالله عليكم وزعوها مش عارف كم مره اتصل عليه وقول له اكسم بالله هذا ما حدث من رسول الله يوم يفاجأ وانت رجل محترم تريد الثواب لكن زد احتراما برد عن هؤلاء الذين يكذبون على رسول الله احنا شفنا مصائف في هذا الزمان وكنت باعجاب ايام الفاطميين اللي كانوا جمية يسبوا الصحابة ويسبوا امهات المؤمنين ومنعوا الجمع ايام الفاطميين وكانوا بيكتبوا سباب الصحابة على ابواب المساجد وجدران المساجد وعلى المنابر واما كنت في المسجد تسبوا ام المؤمنين عائشة المسجد دا يغلق كان في الفترة دي كان الفترة دي اخترعوا احاديث كثيرة جدا مئات الالوف من احاديث المكذوبة عشان كده احنا بنقول لما حضرتك قلت تعمل برنامج ومنهج وحط يقوم الولد صار يقول لا ليس هذا حديث للرسول الله ممكن ما يكونش متعلم ولا راحل ازهر ولا شاف دراسة تحت ايد شيخ ومع ذلك يسمع الاية الاعراب اللي سمع الاية قال لهم لا 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 والله ربنا ما يقول كده انت حافظ القرآن يا ابني قال لا بس دي الاية دي ما تجيش في ختمها ما يجيش كده ابدا عند ربنا اللي كان بيقرأها كان على ما اعتقد الحسن البصر ولمن بدأ يراجع المسألة فقال فعلا صور انه صحيح ان انا غلطت في الاية قال له انت حافظ قال له لا بس دي ما يقولاش ربنا الفطرة بقى انا لما اشوف في الزمن العجيب ده اصبح احاديث بتخترع زي ايام الفاطمين كان يطلع الناس يقول لك ايه انت عارف الكادمين كدير كانوا بيختروا احاديث عشان يمشر حاليا فمن ضمن تمشية الحال كان واحد عمل يعني يعني محل والمحل بتاعه بيبيع بلح فما بيحتش بيشتري منه والرجل جنبه بيبيع سمك والناس وقفة بالطوابير فقال لك الناس بتروح بيقال الله قال الرسول زي اللي بيخش في اي مكان كده ويقول لك قال الله قال رسول يوم الناس تنتخبوا ليه هو اصلا يصلح ولا ما يصلح شي ما تدورش على المسألة دي بالدروش واسهد الامرأة لأهله هنا بقى على طول اول ما شاف الناس وقفة على محل السمك انا بس انا اجيب الناس بالدين راح مخترع حديث ودي كانت سهلة عندهم جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مش حديث يا حبايب الله ديني الأول فبيقول لي بقى اذا اسمكتم فابلحوا راح كتيبها على المحل المفوق الناس طوبر اللي كان هنا يخلص سمك ويطلع على ايه على البلح والله هذا حدث حدث اكثر من ذلك لما دخلوا عند الراجل فقير وقدم لهم طعام ده كذب ده اسمه كلة ادب مع رسول الله دخل عند الراجل الفقير ده امراتي عندنا ايه قال لات لشوها ترز بس راجل فقير فقدم للعالم بتاع كانوا معزرة يعني كانوا معظمه مشيع يعني فدخل عليه كده قال له فين الاكل قال له هو ما عندش الله رز فقال لم تسمع كلام رسول الله قال ماذا قال رسول الله ايه قال من من اكل ارزا بغير زفر فقد كفر خل الراجل بقى عمال يجري هو امراته يشوف اي حل هنخرج من الملة طبعا مئات الاحاديث جت يعني في هذا الوقت لكن احنا عندنا علماء الامة علم الرجال يعني اصحاب المناهج السليمة اللي علموا اولادهم ازاي يزنوا المسألة على كتاب الله والسنة ممكن اععد مع واحد دلوقتي من الاولاد ما شاء الله ربنا اعطاله يعني يعني ما لك عجيبة يبص الحديث كده يقول لا هذا الحديث ليس بالصحيح ومع ذلك تجد الالاف المؤلفة يتبعون ما تراه الان في اليوتيوب وغيره من تعليمات عجيبة انا شفت بعض الاولاد مشايخ مشتركين في قناة احمد حسن وزيند لمشارة مين ايه دا ايه ابني دا بدرجة ان انا رحت مش عايز اقول لي ان رح هذا ولد عندي عامل كده ايه دال قلت بيضحك ايه دال فهنا المشكلة دي ازمة فعلا اخلاق وانا دلوقتي من ضمن اكبر الازمات اللي بيتواجهنا فيها لان دلوقتي الحامل الحتة الفن المحمول اه يعني دا من اكبر واشد الفتن انا طبعا حديث شديد انتباه لنقطة فعلا تحتاج الوقوف حتة ان فيه ناس كده بتشترك على مواقع اسلامية والمواقع دي فيها من البدع وفيها من الخرافات وفيها من الاحاديث في الموضوع فالشيق ايمان ربنا باركله الغماعة لازم ان التأسيس انت دلوقتي داخل على الامتحان ينفع تخش الامتحان من دول ما تكون متراجع مراجع او انت قد تتاخد تحت بتأسس على ايد مدرس او استاذ طبعا فنفس الانهم في دين لازم ان تأسس على ايد شيخ لكن انا عندي في البيت مثلا فيه كتب معروفة ما فيهاش فيها جدال زي ما ذكرت قلت الرياض الصالحين احاديث مثلا لا اي شيخ من الشيخ من الشيخ ويعرف تفسير معنى تفسير الاحاديث ماجي لكن انا عايز بقى امتشر وتوسع يبقى لازم ان اتأسس يبقى ليه شيخ ليه حد يأسسني زي ما بتأسس في مادة الانجليزي او العربي او اي مادة انا بدرسها ده ديني اولى اولى مادة ان انا اتأسس لها صحيح يا جماعة يا جماعة والله الدنيا غرورة مش هينجيك ولا هتنجو يوم القيامة الا بتقوى الله والقرب من الله يبقى انا ديني عاملو على جنبها مش ومش عايزة اتعب نفس فيه انا بصرف هنا في المواد التعليمية والمواد التكنولوجية مفيش مشكلة اصرف وتعلم ويوصل لأكبر مرحلة ده ده جميل وده مطلوب كل يبتكر ويبدأ في مجاله كمهندس كدكتور كل واحد يبدأ في مجاله حتى الحرفيين حتى اي مجال لكن هان مشي زي ما بتعب واطلع وحارب عشان ادفع وتعلم الامور الدنيوية لازم ان احارب واسع ان انا اتعلم امور ديني اتعلم قرآني اتعلم سنة نبي احعد على قيد شيخ واتعلم احعد حتى لو هيكلفني فلوس مع ان دلوقتي والله كل شيء بقى من المجام انت بس انوي ويمشي واستخدم تليفونك ده في الحلال ورب رسحة هيفتح عليك باب يعني ابواب من الخير والبرك نعم الله نعم شيخ نبراك الله فضلت الشيخ ايمن حدثة قلت من اعظم الباب النجاة تقوى الله نعم فما هي التقوى وكيف نحققها في حياتنا والله التقوى يعني تعريف بسيط جدا هو العمل بالتنزيل نعم والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم عرف بعض اهل العلم هكذا وبعضهم عرف كما كنا ان تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تطرك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله نعم التقوى معروف انها سبب مخرج الامة من الغم وقد تكون هي من اعظم اسباب الرزق وضيق الرزق والحال وضيق الدار ايضا من اسباب المعيشة الضنك والغمة التي تصيب الفرد تصيب الاسرة تصيب المجتمع ونحن لا نترك مثل هذه الابواب لا نقف عليها قال الله ده بارك وتعالى ومن يتقل له يجعل له ايه وخرجه ويرزقه من حيث وقال الله تبارك وتعالى ومن يتقل له يجعل له من امره يسرى وقال الله تبارك وتعالى ان المتقين في جنات ونهر إذا فيها حياة فيها رزق فيها تيسير فيها جنة الجنة يعني فيها بقى اللي هي زي ما قلنا في البداية واصلنا خيرية حياة خيرية ممات خيرية نصير فتقوى الله ربنا تبارك وتعالى يجعلها بابا من الابواب العظيمة يرزق بها العبد وهو الذي يملك الارزاق وفيه كلام جميل للحسن ابن علي ابن بنت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الحسن وعن علي وعن فاطمة بنت النبي قال اغنى عن المخلوق بالخالق تغنى عن الكاذب بالصادق من ظن أن الناس يغنونه فليس بالرحمن بالواثق واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق إذن تقوى الله جل وعلا فيها للأمة مخرج من الغمة ومعلوم أن تقوى الله دائما مرتبطة بالاستقامة وربنا تبارك وتعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وطبعا تعريف الاستقامة يعني بسيط ومن غير تعقيد عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا ده أساس الاستقامة جعل الاستقامة محضة توحيد رجع تاني للأصل بتاعنا سيدنا عمر لما عرف الاستقامة تعرفين سيدنا عمر عنده حزب شوي فقال لك بقى يعني أن تسير على الصراط يعني ولا تلتفت يعني سبحان الله يعني أن تسير على الصراط ولا تلتفت حتى وإن كان طبعا الشيطان كان يفر من عمر بن الخطاب وابن تيمية قال أعظم الكرامة لزوم الاستقامة أن تسير على الأمر والنهي وأن لا ترغى روغان السعال ده تعريف عمر أن تسير على الأمر وأن لا ترغى روغان السعال لقيت شيطان قدامك دوس عليه هو يفر منك ده قول سيدنا عمر ابن تيمية قال أعظم الكرامة لزوم الاستقامة فإذا أرادت الأمة أن ترتفع عنها الغمة نستقيم والاستقامة قولنا بأساسها توحيد محاولة السير على الصراط وشنقول لك يعني اتقوا الله ما استطعته والآية واضحة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يا لسه نستنى عشان ناخد الثواب ده وناخد الحجة ده في الآخرة نحن أولياءكم في الحياة الدنيا والله لو قدامك البحر الأحمر هيتشكب عصر لو حطوك في النار خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم لو الجه عليك الكفار وهيشوفوك يا إما هيتفرش لك الرحمة في قلب الكهف زي ما ربنا نشر لأهل الكهف أو يعمعنيهم وبنا يعمعين الكفر عن الموحدين زي سيدنا النبي ما كان في قلب الغار ووالله ما كان فيه عنكبوت ووالله ما كان فيه حمام وهو ده بتنضيبنا الحاجات برضو طعيفة اللي إحنا بنقول ما فيش أدب مع النبي فيه يعني لما يجي من المؤرخين بقى ويعودوا والناس اللي عندهم فهم في مسائل الصحراء والكلام ده ويقول لك إيه ده العنكبوت ده مش ممكن يكون موجوي ويجيولك ناس أشد خبرة من الناس دلوقات ويثبت ويكذب الحديث اللي بتدرس لنا هكذا لأن ده كذب حتى ولو كان يقصد به خيرا يعني أنا مثلا لما يجي أقول إيه والله أنا عندي فضيلة الشيخ العلامة مثلا يعني أبي إسحاق الحوينيم كان معايا النهاردة في بلد وعمال ما شاء الله يوزع فلوس بالهبل نسمعه كده يعني نفل الحين عندنا وأنا كده قلت حاجة عنه غلط ده بيوزع فلوس وبعدين يرجع واحد يتصل به يقول لي آخذ تصور الشيخ ده يعني معلش كنت بحسبه صادق تقول له ليه قال لي ده بيقول لي أنا مش موجود في مصر وأنت بتقول لي بيوزع يبقى أنا كذبت عليه وأنا في محل الثناء لا يبقى أنا بقى يا إما نيتي مش تمام يا إما أنا أصلا ما فهمش حيامل اتنين يا نيتي مش تمام يا ما فهمش فاللي عايز يكذب عن النبي أو العايز يثني على النبي أو العايز يرفع قدر النبي نقول له لا بالصحيح يا غالي بالصدق لأن هناك ناس أزكية يقول لك لا أنت غلطان في ديت وتغلط سدنا النبي وده مش صحيح فإحنا بنقول الأدب مع رسول الله ووضح أن الوقت معنا أربع دقائق شيخ الحبيب سريعا قصة عن التقوة قصص كثيرة تقوى الله يا لو كل الناس تتقى الله يعني الأزمة نحن نعيشها في ناس كتير تأزد في الأعمل اللي فادت الفيروس والحاضره ودق في المال والمحلاته متأفلت وي 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 لو كان حط قدامه الآية وما يتطقي الله يجعل له مخرجة وارزقه من حيث لا يحتسب كان كله استريح إحنا شوتنا شكاو وشوفنا الناس بتتسل بتبكي وي 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 إنت إيه المشكلة لما قد تطرت في عيدك كده وتقول له يا رب يا رب إنت الرازق أو قلت الرزاق يا رب رزقني واحد التولي يبديق في الرزق ارفع إيدك كده بالدعاء اللي هو أقوى سلاح بكل رجاء بكل خشية بكل تضرع إلى الله وقول له يا رب يا رب رزقني أو يا رب شفيني أو يا رب بنفس عني ما أنا فيه أو يا رب سدي دايلي أو يا رب زد في رزقي حياة لها قصص القصص كثيرة ولو تحدثنا عن القصص مش هننتهي هيا بالتقوى إن حققنا التقوى لرزقنا الله من حيث لا نحتسب صحيح خلي بالنا الدنيا فانية الدنيا زائلة أيا عبدو كم يراك الله عاصية إذا هم أنت اختعت فيها قلت ممكن تمسك مصحف وتقرأ وتحفظ وتراجع أو تكثر من القراءة عن الله أعدت تلعب وأعدت تتقضيها لعب وأعدت في الحز ها أيا عبدو كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت نسي أنسيت لقاء الله واللحظة والثرة ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية أي يوم القيامة لو أن المرء اسمع لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا أي يوم القيامة ولو كان كسير ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وضاقيا ولكنها تفنى ويفنى نعمها ولا يبقى إلا الذنوب والمعاصية كما هي نعم وانا يمكن أن أشير إشارة زيادة بالكلام معزل جامل الذي لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري لي خالق رازق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل تصويري يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن فإن الخالق الله إذا بليت فسق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله الغمة تفتفع عن الغمة بما أشار به أحبابي الكرام وأنا جزاك ملخير على البرنامج الجميل جزاك الله يمكن أنا ممكنش من تصور أن هنجد كده الروح الجميلة دي إن أنا بصراحة يعني عاكف عن القناة بقالي فترة وانتوا اللي خرجتوني من العاكة ربنا حيث مكملناش وإن شاء الله توعدنا لكذا لقاء إن شاء الله طيب إن شاء الله مش عزاهم مكملين يعني إن شاء الله بإذن الله نكمل ربنا يبارك فيك جزاك الله يا خير شيخ مشاهدنا الكرام للأسف مضلقت سريعا يعني محنناش نستمتع بالقاء الشيخ أيمن صيدح النهاردة معنا اللي أمتعنا بكلامه لكن للأسف بالوقت تم أسعفناش لكن إن شاء الله كما وعدنا يكون فيه لقاء آخر معنا إن شاء الله نورتنا شيخ أيمن نورتنا شيخ أيمن المصري تحيرت الناس أيمن من فين؟ أيمن صيدح مشاهدنا الكرام انتظرونا إن شاء الله السبت القادم في لقاء جديد من برنامجكم أزمة أخلاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته